ترحت الحكومة كميات كبيرة من بيض المائدة الأحمر والأبيض للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال منافذ وزارة الزراعة المتحركة والثابتة بالمحافظات المختلفة وقامت وزارة الزراعة بضخ عدد من السيارات لبيع بيض المائدة بسعر الطبق 62 جنيها للأبيض و64 جنيها للأحمر في محافظات كفر الشيخ والسيوت الإسكندرية البحيرة الدقهلية والمنوفية يأتي ذلك في إطار المساهمة في تخفيف العبء عن كهل المواطنين وتوفير السلع والمنتجات بأسعار مخفضة نفى المركز الأعلامي لمجلس الوزراء منتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن اشترات موافقة الزوج لفصل المرأة المطلقة من بطاقة التومين وإضافة الأبناء على بطاقتها وتواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية التي نفت تلك الأنباء مؤكدة على أحقية المرأة المطلقة في الفصل الاجتماعي من بطاقة التومين الخاصة بالزوجة وسخرج بطاقة تموينية جديدة لها باعتبار المطلقات من ضمن الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا للاستفادة من الدعم التموينية تعمل الدولة على تنفيذ رؤية مصر 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعظيم المزايا النسبية لكافة المحافظات وسد الفجوات التنموينية بها وأكد وزير التنمية المحلية محمود شعروي أنه تم تخصيص استثمارات تقدر بنحو 4.4 مليار جنيه للمشروعات التنموية المنفذة خلال العام المالي الحالي 2022-2023 وذلك لدعم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات واستكمال تنفيذ المشروعات التي لم يدرج لها تمويل ضمن خطط المحافظات محصول ذو شعبية غير مسبوقة يضاهي المنجو وباقي الفواكه ويغلبهم بسعره الذهيد نسبياً وقيمته الغذائية العالية أتي نشوكي تشتهر بزراعته محافظة القليوبية ويلقى رواجاً في جميع شوارع وميادين مصر نتابع لرغم من الأشواك التي تحيطه إلا أنها لا تمثل عائقاً أمام عشاقه أو المنتفعين منه سواء بزراعته أو حصاده أو بيعه أو أكله فالملايين في مصر ينتظرون موسم التين الشوكي منهم من يعشق أكله ومنهم من يستهدف من ورائه كسب الرزق من خلال بيعه في الشوارع والميادين ففي القليوبية وهي إحدى المحافظات التي تشتهر بزراعة التين الشوكي الذي يتميز بمذاقه المحبب للملايين ولونه الذي يسر ناظرين وبفوائده الصحية الكثيرة إذ يحتوي على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة مما يساعد على تقوية الجهاز المناعي للإنسان والقدرة على مقاومات الأمراض التينة عندنا في الإيوبيبية يتميز بالطعم الجميل والإشرة الرئيئة عندنا المياه الملوحة فيها من نسبة 300 أو 400 أو 200 ما فيش ملوحة ده اللي بيخلي التينة عندنا تختلف في الطعم وفي الإشرة وفي اللون وفي الجمال بتاعه وفي قرى مركزي طوخ والخنكة يتم زراعة التين الشوكي خلال الفترة من شهر سبتمبر وحتى ديسمبر من كل عام وتبدأ الثمرة في التبشير بالإنتاج بعد زراعتها بعامين ثم تبدأ زيادة الإنتاج في عامها الثالث في حين يبدأ موسم حصاد التين الشوكي من أول شهر يوليو ويستمر حتى منتصف أغسطس على ثلاث مراحل تتعلق بحجم ثمرة التين التين بيمتاز بتاعنا هنا التينة بتاعتنا هنا تينة الإشرة بتاعتنا خفيفة جدا طعم جميل جدا هنا تقدر تماز التينة بتاعت الألواب بالذات مش مديالة التينة اللي هي لها ديل ديت أو اللي هي الإشرة التخينة ديت تعرف إن هي ديها التينة مش مظلوطة أو مش حلوة أو مش جيدة بتبدأ نشتغل في التين ده من أول شهر سبعة بتبدأ العمالة بتبدأ من الفجر غير الساعة ثمانية ثوانية ونص ولعل أهم ما يميز هذه الثمرة هي تكلفة زراعتها الرخيصة لكونه لا يحتاج إلى الكثير من الماء والري ففي العام الواحد يتم ريه من ثلاث إلى أربع مرات حسب نوع الأرض ويعد موسم حصاد التين الشوكي فرحة للعمالة التي تبدأ في العمل داخل المزرعة منذ الفجر وحتى التاسعة باستخدام ملابس وقفازات في الأيدي لحماية أنفسهم من الأشواء وإلى البورصة المصرية حيث انتهت تعاملات جلسة اليوم بداية جلسات الأسبوع على التباين للمؤشرات مع اتجاه المتثمينين المصريين نحو شراء فيما مهلت تعاملات العرب والأجانب نحو البيع وسجل رأس المال السوقي مستوى 624 مليار و200 مليون جنيه وذلك وسط تداولات بلغت نحو 2.7 من 10 مليار جنيه وعلى صعيد المؤشرات تراجع مؤشر EGX30 بنسبة 15% لغلق عند مستوى 9276 نقطة بينما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 94% لغلق عند مستوى 1815 نقطة وصعيد المؤشر EGX100 متساوي الأوزان بنسبة 85% لغلق عند مستوى 2664 نقطة وإلى أسواق العملات حيث تباينت أسعر العملات أمام الجنيه المصرية ليسجل الدولار الأمريكي 18.88 قرشا للشراء و18.98 قرشا للبيع اليورو سجل 19.27 قرشا للشراء وتسعة عشر جنيه وتسعة وتلاتين قرشا للبيع الجنيه الإسرليني سجل 22.65 قرشا للشراء و22.79 قرشا للبيع الدرهم الأماراتي 5 جنيهات و13 قرشا للشراء و5 جنيهات و17 قرشا للبيع وأخيرا الريال السعودي سجل 5 جنيهات وقرشا للشراء و5 جنيهات و5 قروش للبيع في منطقة الخليج تراجعت الأسهم في السوق السعودية منهية سلسلة مكاسب استمرت 5 لجاس جلسات متتالية جراء انخفاض في أسعار النفط واختتم المؤشر السعودية دولات اليوم على تراجع بنسبة 1 من 10% كما هبط مؤشر البورصة الكويتية بنسبة 29 من 100% وفي البحرين صعد المؤشر العام للسوق بنسبة 71 من 100% ختم أخبار اقتصاد وعودة مرة أخرى إلى صحر وإيمان إليكم شكرا لك دينا الشرف